أم سعيد تقول بأن أمها تشتكي إليها تشعر بضيق ترغب في أن تكون قريبة منها وهي بعيدة هي في مسقط وأمها في صلالة مثلا هل عدم استجابتها وعدم المبادرة إلى تلبية طلبها يعد عقوقا إن كانت لا تزوج وأولاد فلا نستطيع أن نقول بأن سكناها بعيدا عن أمها أنه من العقوق لكن وصيتي لها أن تحرص على صلة أمها بما هو متاح من وسائل بالاتصال الهاتفي بالاتصال المرئي بأن تتفقد أحوالها بأن تسأل عنها وأن لا تقتصر على الحد الأدنى فالصلة بين الأولاد والأم يجب أن تكون صلة متينة وأن تكون العلاقة ممدودة بما هو متاح من وسائل ومتى ما سنحت لها فرصة لزيارتها فلا تتوانى في ذلك ولتتفقد أحوالها بما هو متاح لها يعني لا تقتصر على السلام فقط فقد يكون لدى والدتها شيء من الهموم أو شيء من الكرب فلتسعى إلى أن تخفف عن أمها وأن تسري عنها وأن تواسيها وأن تبعد عنها أسباب القلق والهم والحزن فهذا اليوم بحمد الله تعالى متاح ومع ذلك لتحرص على أن تقوم بزيارتها متى ما سنحت لها الظروف وأمكنها ذلك ولتستعن أيضا بأخواتها وإخوتها في أن يملأوا الفراغ إن كانوا موجودين هذا سؤال هذا الجواب يصلح للجميع الآن أيضا بأن يكونوا وصولين يعني من البر أيضا تذكير سائر الإخوة والأخوات بأن يكونوا بررة بآبائهم وأمهاتهم وأن يكونوا وصولين لهم يتفقدوا أحوالهم حتى لا يضطر الوالدان أو أحدهما إلى أن يطلب من أولاده كأنه يستجلي منهم الصلة والبر فهذا يعني لا نحبه للأولاد فهذه الوسائل مجتمعة بإذن الله تعالى سوف تعينها على أن تكون وصولة بارة بأمها ولعلها أيضا تشير إلى الظروف الحالية قد يكون في التزاور والتقارب لكن هذا مع ذلك مع أخذ الاحترازات والاحتياط بالالتزام بإذن الله تعالى متاح فلتنتهز أيضا الفرصة وتؤدي لوالدتها ما تستطيعه من حقوق مغتنمة في ذلك هذه الوسائل المتاحة اليوم بحمد الله تعالى ما الحدود التي يمكن أن تتحرك فيها البنت عندما تشعر أن إخوانها الذكور يسيئون إلى والديها وهي أيضا ذات الزوج فمثلا هل تعتبر ذلك يعني إقحاما لزوجها في مشكلات عائلية يعني تسأل عن الحدود التي تتحرك لا حاجة إلى أن تقحم زوجها عليها بنفسها أن تسعى إلى إصلاح ذات البين وأن تعظى إخوانها بما عليهم من حقوق نحو والديهم وأن تذكرهم بالله تبارك وتعالى ولتجتهد قدر ما تستطيع ولو بأن تبدأ بواحد منهم ممن هو ألين عريكة وأرأف قلبا فإذا تنبه بعد غفلته صار معها في اجتهادها على سائر إخوتها والله تعالى أعلم